صراع حزبي لخدمة ذات المشروع وإن تغيرت المسارات إلا أن الهدف واحد نظام محاصصة بشكل جديد هذا ما يحصل في العراق وما يريده الصدر تحديدا من حراكه الميداني والسياسي كما ترى مجلة فورين أفيرز الأمريكية التي اعتبرت أن الصدر لم يخرج من اللعبة ولو أنه أعلن بشكل ظاهري الانسحاب من العمل السياسي وتكشف المجلة الأمريكية في تقرير لها أن الصراع بين الصدر والإطار له بعد أعمق من كونه سياسيا حيث يتجاوزه إلى الصراع على المرجعية ومرحلة ما بعد السستاني ويشير التقرير إلى أن الأزمة السياسية في العراق استمرت قرابة 11 شهرا ومع ذلك لم يشرع الصدر في احتجاجات دموية في الشوارع حتى واجه تهديدا يتجاوز السياسة هو تهديد شرعيته الدينية فقبل يوم واحد من إعلانه اتزال السياسة أعلن رجل الدين المقيم في إيران كاظم الحائري الذي كان بمثابة مرجع روحي لكثير من أعضاء التيار الصدري أعلن عن تنحيه بسبب تدهور صحته وبدلا من دعوة أتباعه إلى نقل ولائهم لرجل دين آخر قد يكون متعاطفا مع الصدر نصحهم الحائري باتباع المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي الأمر الذي جرى الصراع في العراق إلى صراع حول الزعامة الدينية والمرجعية ورغم أن الصدر حاول تصوير تحركاته على أنها حملة ضد الطبقة السياسية الفاسدة الموالية لإيران فإن مناورته تشكل خطرا آخر على الدولة العراقية الهشة إذ أن بغداد قد تسيطر عليها ميليشيات الصدر التي لا تقل خطورة عن ميليشيات الإطار التنسيقي بحسب المجلة الصراع في العراق ليس من أجل تغيير العملية السياسية والقضاء على فسادها وإنما هو صراع على قيادتها مع تغييرات شكلية لا تمس لب الفساد والطائفية والمحاصصة فيها اشتركوا في القناة